السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشترك فلنها الجرس اشترك فلنها الجرس عن التنوع التباين التضريس في قرية اسيا لسنة 2 متوسط في مدلة الجغرافية اذا اعجبكم الفيديو لا شكرا لاشتراك اشتراك من القناة لدينا السياق وسند وتعليمه سياق قرأتها بعنوان قارة اسيا طبيعيا حيث اشار الكاتب لانها قارة التباين والتنوع السنة تشري في اسيا على مسطحات مائية كثيرة كما انها توجد بها اكبر نسبة من سحاري العالم في التعليمة يهمنا التعليمة اقتفقنا من ثمانية الى عشرة اسطر من ثمانية الى عشرة يتحدثوا فيها عن التنوع التضاريسي والمناخي في قارة اسيا واثر ذلك على النشاط الانسان واثر ذلك على نشاط الانسان اه عندنا فقرة يكون فيها مقدمة عرض وخاتمة اه حدد هنا من ثمانية الى عشرة من ثمانية الى عشرة يعني ممكن ثمانية ممكن تسعة ممكن عشرة لا يقل عن ثمانية ولا يزيد عن عشرة نحترم المطلوب من هنا في التعليمة نتحدث فيها عن التنوع التضاريسي والمناخي في قارة اسيا واثر ذلك على النشاط الانسان نقوم او نقرأ الوضعية مضعية عن التنوع والتباين والتضاريسي في قارة اسيا لسنة تانية متوسط في مادة اه الجغرافية قارة اسيا من اكبر قارات العالم الساحة واكثرها سكانا كما تتميز بخصائص طبيعية وتنوع وتباين تضاريسي ومناخي فما هي مقدمة وطرق فراغ مسافة كلمة العرض هنا هنوزف المطلوب من هنا في التعليم هنتحدث عن التنوع التنوع التضاريسي والمناخي في القارة والاثر ذلك تنوع مظاهرة 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 السطحة في قارة اسيا ففيها اهم السلاسل الجبالية وتركز في وسط القارة اهمها جبال الهامالايا التي ضم اعلى قمة في العالة والهضاب اهمها هضبة التبت والاناضول واضخم السهول سهل سيبريا وبحار وانهار كبيرة وأما مناخيا فإن داخل اليابسة والماء بالقارة ادى الى تباين وتنوع في اقاليمها فنجد المناخ الموسمي والمداري والاستوائي والمناخ الموسمي اهم من مناخ نظر التي تميزه بنظام المظر اثر في مجاله الجغرافي ايجابيا من خلال تنوع الزراعة وسلبا من خلال الفيضانات كذا اثر ذلك في مجال الجغرافي ايجابيا في مجاله الجغرافي ايجابيا ومن خلال التنوع الزراعة وسلبا من خلال الفيضانات خاتمة بهذا اصبحت قارة اسيا متميزة عن غيرها من قرارات ذلك بسبب التنوع في التضاريس والمناخ اترك فراه مسافة كلمة الخاتمة نقرأ مرة اخرى سريعا قارة اسيا من اكبر قارات العالم مساحة واكثرها مكانا اكثرها سكانا عفوا واكثرها سكانا كما تتميز بخصائص طبيعية وتنوع وتباين تضاريسي ومناخ فما هي تتنوع مظاهر السطح في قارة اسيا ففيها اهم السلاسل الجبلية وتركز في وسط القارة اهمها جبل ملايلة ثم اعلى قمة في العالم والهضاب اهمها اضبط التابت والانادول او اضخم السهول سهل لسيبيريا وبحار ونهار كبيرة واما مناخيا فان تداخل اليابسة والماء بالقارة ادى الى التباين وتنوع في اقاليميا بنجد المناخ الموسمي والمداري والاستوائي والمناخ الموسمي اهم المناخ نظر للتميزه بنظام المطر اثر في مجاليه الجغرافي ايجابيا من خلال تنوع الضراعة وسلبين من خلال الفيضانات بها اذا اضبحت قارة اسيا متميزة عن غيرها من القارات وذلك بسبب التنوع في التضاريس والمناخ الوضعية او التعبير يبدأ قويات ينتهي بنقوة شكرا يزينا لحضرتكم لا تنسوا علمات ترقيم عند السؤال علمت الاستفان فاصلات بين الجملة والاخرى فاصلة ونقطة في نهاية الموضوع اضرب فراغات عند كل فقرة جديدة اضرب فراغ اذا كان الوضعية زارت على عشرة اسطر تحاول صغر خطك لكي تصل الوضعية الى عشرة اسطر لا تزيد عن ذلك شكرا جزيلا الحزن سمعيكم دون تفرعية الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة